قبل فترة من الزمن تسعة أشهر صارت مشاجرة يعني من مناطقنا هاي الشعبية أطفال بناتهم فذولاك عائلة شبيرة يعني عندهم أعداد من الأطفال فأجي أبو الطفل يريدي عاتبهم فهدوا عليه كلهم أبو الطفل من أقاربك؟ أقاربي ابن عمي أجي يريدي عاتبهم هدوا عليه فصارت مشكلة بعدين وراء فترة عدي أحد أقاربي عندهم مشاكل ويا هم سابقين ضاربين أخوه قاطعين لسانة وضاربين أخوه تهم كيدية يعني هناك مشاكل بناتهم لأنهم وجوارين مشاكل قديمة تقصد قديمة قبل هاي الحادثة بعدين وراء فترة فصدفة متعدي هذا الولد اللي هسه الآن مصاب ومعوق متعدي بالشارع فصوروا هم يعني هذا جاي فالزاع أو جاي فضربوا طلقات هو لا دخل ما لعلاق الجزء أصلا ما يدري بالموضوع لا لا ما لعلاق الدخل ولا بالموضوع لا متدخل إجي متعدي فرحنا وراء الدوريات لقينا ابننا مضروب طلقات اللي هو ابن ابن عمي فأخذنا للمستشفى ما حدش يعني وصار تسعة شهر لحد الآن لا واحد إجي ولا واحد قال لا واحد وأمورهم تعبان هذا المضروب أموره يعني تعبان وفقير حل فهم متابعين الجهة من الجهات الأحزاب وعدهم معارف بالدولة وعدهم يعني فلوس تخنع شيئا بالحشينا العامي فيشتغلون ضدنا واللي حد الآن علينا 13 دعوة كيدية اللي مشاجر اللي سرقه اللي بالأرهاب يعني أنا هذا عمري وهذا كبري أخذوني المكافحة والله شنو بايقلك حصير وبايقلك مخدة وثلت يام وطلعت مع العلم عفوا مع العلم أنه هم اللي ضربوا ابن عمك وابن عمك بالمستشفى حاليا ولحد الآن هسه ابن عمي لحد الآن بالمستشفى لحد الآن يعني مراجعات والساعدة لأنه هو شلل تام عنده انتهى لأنه النخاع الشوكي العمود الفقري منتهي وزينه عنده جوانب مالته كل فترة كل أسبوع أو كل أكثر كل أسبوعين يروحهم يحفروا الهيال لأنه يصير خياس عدة فالحد الآن هسه أنته بوجود ماذا عمري هو؟ عمري 23 سنة 22 سنة موالي 97 يمكن لحد الآن هسه أني من سماعة تجيت وجيت هاني شارت بدياله هاني شارت بدياله بسبب الدعاوى الكيدية اللي تقول لأنه كيدية اللي أنه كيدية عدي ولدي الساة ثمين بالإرهاب هذا واحد أخذ لأسبوع وطلع وعدي ثمين صارهم ثلاثة شنو هما شنو يعني شنو سلطتهم أن هما يسوون دعاوى رغم أن هما مثل ما تقول معتدين علي بن عمك وعلى بن عمك حاليا بالمستشفى شنو سلطتهم شنو قوتهم أن هما هيتش يسوون دعاوى عليكم القوة مالتهم هما تابعين للحزب من الأحزاب هاي واحدة ووحدة الثانية لأن ما عدهم ارتباط تام بعشائري فشيردون يردون يسووها وحدة بوحدة يقول لك نسو عليهم دعاوي شون هسا مثلا المال للإرهاب صال لأبن ثلاثة شير يقول لك هاي قوية فإحنا تنازلنا عننا نتنازل عنكم طيب شنو مطالبكم هسا شنو مطالبكم أنت يعني تشرح هاي الحالة قدك فد مطلب رئيسي شنو اللي تريده من الإعلام شنو اللي تريده من الحكومة أنا قلت لك أناشد أولا سيد مقتدى الصدر والشي ثاني رئيس وزراء وزير الداخلية سيد أحمد طه برغيف خلي ديس علي أي واحد أي جهة أمنية مسؤولة قوية لين أنا واجهت قائد الشرطة واجهت الحقوق للإنسان واجهت الشؤون قبل لأصير الدعوة واجهنا مدير الاستخبارات السابق ما حد استجاب ما حدثة بسيطة محكمة يعني أنا بالمحكمة طببوني على الجنايات سولة فيه وقال مو يمن طببت على الاستئناف قال مو يمن يعني ماكو جهة أمنية استجابتلي أنا أريد أعرف حق قويا يعني فوق حق أنا أصبح معقوق شكرا لك أبو أمير طبعا مشاهدين كل ما ذكر أبو أمير هو يتحمل المسؤولية على ما يقول ولا دخل للقناة أو للبرنامج بتفاصيل هذا الحديث إنما القناة والبرنامج هو فقط ناقل لهموم ومشاكل المواطنين ويبقى حق الرد مكفول أيضا للطرف المقابل وللأشخاص الذين ذكروا على لسان أبو أمير شكرا لكم مع السلام